السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري كنرحب بكم مرة ثانية في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري وكندعوكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يقوص لكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم واللي ديجا مشترك يتفاعل مع القناة ودرجة من الفيديوهات اللي أعجبوه وكذلك يتبرتاجي الفيديوهات مع الأصدقاء أصدقات ديالو إذن هذا الفيديو لكم مرحبا بكم إذن في هذا الفيديو سنتدر معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثالثة الدورة الثانية الموسم الدراسي 2020-2021 بالخصوص المستوى الخامس ابتدائي مادة النشاط العلمي مادة النشاط العلمي مدة الإنجاز لهذا الفرض هي 45 دقيقة النموذج رقم واحد باقي المجموعة من نماديج لا في النشاط العلمي ولا في مواد أخرى اللي باقي ما تفرج في الفروض اللي ديجادرتهم في القناة ديالي يشوفهم على هكين اللي ليان في الدسكريبسون تفرج فيهم وحاول تطور رأسك باش إن شاء الله في الفروض ديالكم مع الأستاذ ديالكم تكونوا مزياني إذن النموذج رقم واحد في مادة النشاط العلمي لدي ربعادي الأنشطة هذا الفرض خاصة بالوحدة الثالثة الخلائط والدوابن نتكلم فقط على الخلائط والدوابن وذلك وزن الجسم إلى غير ذلك إذن عندي نشاط باللغة الفرنسية والنشاط رقم واحد وعندي تلسى الأنشطة باللغة العربية لنبدأ طول الهضم بأكماننا المناسبة conformي من الحلوط تفرج من الحلوط في هذه المسأسية أيها المسأسة لنفع كلها المسأسية 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 تفرج من الحلوط السكر أو السكر لنبدأ لنبدأ الخلائط درسكريبس مثل السكر؟ سلتقل لتحضير 곱سEr اختمر لن يثلي土 تقوم بالأسجس قدم بالأسجس يمكن المصقر في الجغوية لتحضير عندما حصلنا علىЭто لتنظر ل Newton يمخرج الع miel بلنسو كليل اعنى هناك قرارة منافق تطلع لغامر دقر إلا نحن منافق تطلع لغامر بلغامر بلغامر صغيره منافق تطلع لغامر نحن بغامر نحن سهله وضيف ملحا خاشنا وملحا ناعما إلى الماء هنا يوجد ملحا خاشنا وملحا ناعما الملحا خاشنا هو القد من الحبيبات كبير بالنسبة للملحا ناعما يكون القد من الحبيبات صغير جدا يمكننا تعتبر الملحا خاشنا هو الملح الغليد والملاحا ناعما هو الملحا خاص للطعام ويمكننا مضيف ملحا خاشنا ومث versions أجل معي خاشنا ووقعت كأس الثاني ثم يحرق الخليطة وحركت للملحا الخاشنا وبركة أولى وبنى سوف نستشعر التجام والنتيجة التي ستفعلها إذن أضع علامة في أمام الجمل أو الجملة الصحيحة يعني الجملة الصحيحة عندي واحد الجملة اللي صحيحة هنا إذن سيدوب الملح والخاشين بشكل أسرع كي أقول لك بأن الملح الخاشين اللي هو الغلاء غادي دوبنا قبل من الملح النائم إذن نحن ندروا الكيسان هنا يقدرنا ملح خاشين وهنا يقدرنا ملح نائم هنا يقدرون الملح الخاشين عندما تؤتد العبرة الأولى عنه تتخ med shock فإن تقول لك أن هذه الملح الخاشين يعني هذا الكأس فيها أنطب ملح سيتور الملح قبل الملح النائم بالنسبة للعبرة الثانية سيتورى بشكل أسرع الملح 기마ع بشكل أسرع مقارنة بالملح الخاشين بعبرة الأخيرة سيتورى بكل من الملح دات بسرعة نفسها بعبرة الأخرى يتقول evenly أنه لا الملح الخاشين ولا الملح ناعم وغادي دبو في نفس التوقيت وهنا عبارة خاطئة العبارة الصحيحة هي العبارة الثانية بان الملح الناعم غادي دب قبل الملح الخشين لماذا لانه كل ما كان القد ديل الحبيبات صغير كل ما كانت سرعة الدوابان كبيرة مفهم يعني الى كان مسحوق احسن من الحبيبات الصغيرة والحبيبات الصغيرة احسن من الحبيبات الخشينة مفهم الى غير ذلك نمر الان الى النشاط رقم ثلاثة الى النشاط رقم ثلاثة النقاط عندي اصل بخط البطاقات المناسبة عندي تبخور الترشيح والتصفيق غادي نصلهم مع التعريف ديل كل عملية ديل فصل مكونات خليط متجانس ومكونات خليط غير متجانس سبيب نشوفوا التعريف هذا هنا فصل الماء عن سائل يطفو فوقه هنا فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه وهنا فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه هنا فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه هنا كان خطأ مطبعي عاود تصلحتو ابني غادي جينو نلحلكم الفرد ان شاء الله غادي نصلح الخطأ اذا هنا عندنا فصل الماء عن سائل يطفو فوقه وهنا فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه وهنا فصل الماء عن اجسام متوضعة فيه والترشيح كيف صلنا المكونات ديل خليط غير متجانس اذا هنا فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه يعني فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه بحيث عن حصله على الملح بوحدها والماء بوحده او للسكر بوحده والماء بوحده سياتخبية انتنا عندنا الترشيح الترشيح هو ماذا؟ هو فصل الماء عن اجسام متوضعة فيه والترشيح كيف صلنا المكونات ديل خليط غير متجانس بالنسبة للتبخر كيف صلنا مكونات خليط متجانس وقتلنا التصفيق التصفيق هو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه اذا تبخر فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه ترشيح وفصل الماء عن أجسام متوضعة فيه وتصفيق وفصل الماء عن سائل يطفو فوقه سنزول نشاط الرابع والأخير نشاط الرابع والأخير فيه غير أجيب صحيح أو خطأ اذا هنا أجيب صحيح وخطأ هنا أربعة هذه العبارة سنضروا صحيح إذا كانت العبارة صحيحة سنكتب صحيح إذا كانت العبارة خطيئة سنكتب خطأ إذا هنا وزن جسم هو القوة التي تطبقها الأرض عليه هنا الوزن، الوزن، كنت تكلم عن الوزن، كنت تكلم عن الكتلة نعم، إذا هي عبارة صحيحة أصلا هو تعريف الوزن الجسم وهذا هو القوة وهي قوة تطبق عليه من طرف الأرض نعم، يمكن للماء أن يذيب جميع الأجسام أو جميع المواد هنا خطأ، لا يمكن للماء أن يذيب جميع الأجسام أو جميع المواد لأنه مثلا مثل الرمل، لا يمكن للماء أن يذيب الرمل هنا يمكن تسريع الذوبان بالتحريك ورفع درجة الحرارة كذلك للماء، نعم، صحيح كل ما حرقت أكثر، كل ما أن الجسم يدب بشكل أسرع كل ما رفع درجة الحرارة أكثر، كل ما الجسم يدب بشكل أسرع كتلة خالية متجانس تختلف عن مجموعة كتلة مكوناتين خطأ، لماذا؟ لأننا قلنا في واحد الدرس بأن الخليط المتجانس بأنه عندما نخلط مكونات هذا الخليط يبقى بنفس الكتلة وهذا سوف نكون مثل فيديو اليوم كان سمنا أنه يكون يعجبكم الشرح إذا كنت يعجبكم المحتوى في هذه القناة زيدوا دعموني وبرتاجي الفيديو في مواقع التواصل الشمعي مع الأصدقاء والصدقاء ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة